بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بالكراءات القرآنية درسنا بإذن الله تعالى لا يزال متصلا حول الوحدة السادسة المتعلقة بأصول قراءة الإمام عاصم رحمه الله تعالى معنا بإذن الله تعالى أحد هذه الأصول وهو مذهبه رحمه الله تعالى في الهمزتين من كلمة وكذلك في الهمزتين من كلمتين بإذن الله تعالى سأقف أياكم على هذا الدرس ولكن قبل ذلك نستعرض أياكم دروس هذه الوحدة ثم أيضا نقف أياكم على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي بارك الله فيكم إذن على بركة الله جل وعلا درسنا في الوحدة السادسة أصول قراءة الإمام عاصم بن أبي النجود درس اليوم الدرس الثامن والعشرون في الهمزتين من كلمة وكذلك الهمزتين من كلمتين كونوا معي في استعراض دروس هذه الوحدة وهي عبارة عن أصول قراءة الإمام عاصم رحمه الله تعالى الاستعاذة والبسملة أيضا ميم الجمع وكذلك هاء الكناية أيضا المد والقصر أيضا الهمزتان من كلمة والهمزتان من كلمتين الهمز المفرد والإضغام والإظهار وأيضا الإمالات والراءات واللامات وكذلك الوقف على أواخر الكلم والوقف على مرسوم الخط وياءات الإضافة ولياءات الزوائد والكلمات الفرشية وأخيرا أحكام في قصر المنفصل هذه موضوعات هذه الوحدة السادسة بعد هذا كونوا معي في الوقوف على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا معنا هذه الأهداف التي أمامكم على الشاشة من هذه الأهداف أن يبين الطالب والطالبة المراد بالهمزتين من كلمة وكذلك أيضا من الأهداف أن يذكر الطالب والطالبة أحكام الهمزتين من كلمة وأيضا أن يبين الطالب والطالبة مذهب الإمام عاصم رحمه الله تعالى في الهمزتين من كلمة ومن الأهداف أيضا أن يبين الطالب والطالبة المراد بالهمزتين من كلمتين وكذلك أن يوضح الطالب والطالب أقسام الهمزتين من كلمتين وأن يبين الطالب مذهب الإمام عاصم رحمه الله تعالى في الهمزتين من كلمتين إذن تلاحظون أيها الطلاب والطالبات أن الحديث كله يدور حول مذهب الإمام عاصم في الهمزتين من كلمة وكذلك في الهمزتين من كلمتين فكونوا معي لنقف على هذا المدخل المهم الذي من خلاله ندخل إلى جو درسنا هنا أيها الطلاب اعتنى القراء رحمهم الله تعالى بأحكام الهمز وفصلوه لماذا هذا الاهتمام العظيم البالغ ولماذا هذا التفصيل من هؤلاء القراء هذا ما يتبين بإذن الله تعالى من خلال درسنا أيضا لاحظ أيها الطالب وأنت أيها الطالب الفرق بين الهمزات في الكلمات التي أمامك السماء أن لاحظ معي أيضا تفيئة إلى الثالث جاء أمة الرابع جاء أحدهم لاحظ هناك اختلاف بين حركات الهمزات في هذه الكلمات إذن هذا يقودنا بإذن الله تعالى إلى أن نتعرف سويا ما الذي سنتعلمه في درسنا بإذن الله تعالى نتعلم وإياكم أمورا كثيرة منها المراد بالهمزتين من كلمة وكذلك أيضا نتعلم وإياكم أحكام الهمزتين من كلمة وكذلك أيضا نعرف وإياكم مذهب الإمام عاصم رحمه الله تعالى في الهمزتين من كلمة ثم أيضا نتعلم وإياكم المراد بالهمزتين من كلمتين وكذلك نتعلم ونعرف أقسام الهمزتين من كلمتين وأخيرا نعرف وإياكم مذهب الإمام عاصم في الهمزتين من كلمتين إذن هذا ما يتعلق بمحاور الحديث في درسنا هذا بعد ذلك أيها الطلاب والطالبات كنوا معي للدخول في جو هذا الدرس ومع أول محاور درسنا وهو المراد بالهمزتين من كلمة الهمزتان من كلمة أيها الطلاب والطالبات المراد بها هما الهمزتان المتلاصقتان في أول الكلمة همزتان ليس بينهما فاصل أو ليس بينهما حرف آخر والمثال يوضح هذا التعريف أأأأنتم لاحظ أأنتم لاحظ الهمزة الأولى في أول كلمة وبعدها همزة أخرى وكلاهما فتوحتان هذا هو الهمزتان من كلمة بمعنى أن الهمزتين كلاهما وجدتا في كلمة واحدة وهما أيضا متلاصقتان لم يفصل بينهما أي حرف آخر هذا ما يتعلق بتعريف الهمزتين من كلمة بعد هذا أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى تنبيهات مهمة متعلقة بهذا الأصل للإمام عاصم رحمه الله تعالى التنبيه الأول الهمزة الأولى حركة والفتح الهمزة الأولى في أول الكلمة مفتوحة وتحقق اتفاقا يعني أنه ليس هناك اختلاف بين القراء كلهم في أنهم يقرؤون الهمزة الأولى بالفتح وأنها محققة بمعنى تهمز معنى أنها تهمز والهمزة الثانية هي التي وقع فيها الخلاف إذن خلاف القراء هو في الهمزة الثانية أما الأولى فهم متفقون على كراءتها بالتحقيق هنا نأتي إلى تنبيه آخر خلاف الأئمة في الهمزة الثانية يدور بين ماذا خلافهم هم اختلفوا الآن الخلاف يدور على أحوال ثلاثة إما التحقيق كما مر معنا أأنتم قرأوا أأنتم يعني بالتحقيق في الثانية أي بالهمز نطقوها بالهمز أو التسهيل بين بين فأأنتم قرأوها أأنتم فالثانية قرأوها أو نطقوها بين الهمزة والألف هذا هو التسهيل أو الثالث الإبدال بمعنى أنها تبدل بحرف من جنس حركتها معنى المثال أأنتم؟ أأنتم أبدلوا الهمزة الثانية ألفاً لماذا؟ لأن الفتح يقابل ماذا؟ يقابل الألف إذن خلاف الأئمة في الهمزة الثانية يدور بين تحقيقها أو تسهيلها أو إبدالها التنبيه الثالث حول الهمزتين من كلمة يحترز في تسهيل الهمزة الثانية من قلبها هاء بعض من يقرأ ويريد التسهيل في الهمزة الثانية فينطقه هاء فيقول أهنتم أهنتم هذا خطأ لأنه يظن عندما يسمع القارئ يسهل أنه ينطقه هاء هي المخرج الهمزة والهاء متقاربان لكن لا تنطق هاء أهنتم فرق بين أن تسهل بين الهمز والألف وبين أن تنطق هاء إذن ينتبه ويحترز في تسهيل الهمزة الثانية من أن تقلب هاء في حال أن ننطق إذن هذه التنبيهات مهمة حول ما يتعلق بالهمزتين من كلمة كنوا معي أيها الطلاب والطالبات لنقف أيضا على تنبيه آخر وهو إذا اجتمعت همزتان في أول كلمة إذا اجتمعت همزتان في أول كلمة الأولى منهما مفتوحة والثانية متحركة يعني كلاهما متحرك فعندنا المثال كلاهما مفتوحتان كلاهما مفتوحتان أأنذرتهم لاحظ معي الهمزة الأولى مفتوحة آ والثانية أيضا مفتوحة ما مذهب عاصم في الهمزتين المتفقتين في الحركة عاصم رحمه الله تعالى براويه شعبة وحفص يقرآن بتحقيق الهمز فيهما في جميع القرآن أأنذرتهم في جميع القرآن إذا اتفقت في الفتح بأن كانت الهمزتان متفقتين في الفتح أأنذرتهم إذن الإمام عاصم براويه شعبة بالتحقيق فيهما لكن هناك مستثنيات من هذا الأصل كنوا معي يستثنى كلمات ثلاث هي كنوا معي آ الذكرين وكذلك آ الآن وآ الله فلغوا أي عاصم في الأمثلة الثلاث وجهان ما هم الوجهان؟ الوجه الأول المد ست حركات وهو الإبدال آ الذكرين آ الآن آ الله إذن هذا وجه الأول هو إبدال الهمزة الثانية آلفاً ويكون من قبيل المد اللازم المد اللازم أما الثاني وجه الثاني تسهيل الهمزة الثانية مع القصر نقرأ آ الذكرين الآن لاحظ معي الثانية تنطق بين الهمزة والألف آ الذكرين ولا تنطق هاء أيضاً آ الله آ الله تسهلها بين الهمزة والألف من دون مد وإنما بالقصر حركتين إذن هذا ما يتعلق بالمستثنى من هذه القاعدة للإمام عاصم رحمه الله تعالى كنوا معي والطلاب والطالبات أيضاً لنقف على تفصيلات مهمة متعلقة بالهمزتين من كلمة هنا كلمة أعجمي القاعدة ذكرنا قبل قليل أن مذهب عاصم إذا كانت الهمزتان مفتوحتين متفقتين في الفتح فإن عاصماً براويه يقرأ بماذا؟ يقرأ بالتحقيق هنا أعجمي في قوله تعالى أعجمي وعربي بسورة فصلة قرأها شعبة بالتحقيق على الأصل شعبة قرأ بالتحقيق يعني يقرأ أعجمي أعجمي لكن حفصاً عن الإمام عاصم يسهل الثانية كيف يقرأها؟ أعجمي أعجمي الهمزة الثانية ينطقها بين الهمزة والألف لماذا الألف؟ لأن الهمزة الثانية مفتوحة والفتحة تقابل ماذا؟ تقابل الألف إذن أعجمي أعجمي هذا ما يتعلق بهذه الكلمة قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وحققها في فصلة صحبة صحبة رمز لمن؟ لشعبة مع حمزة والكسائي أعجمي ولولا أسقطن لتسهل إذن هذا ما يتعلق بالشاهد من الشاطبية على مذهب شعبة في كلمة أعجمي كنوا معي أيها الطلاب والطالبات أيضا لنقف على تفصيلات مهمة متعلقة بأحكام الهمزتين من كلمة هنا قرأ شعبة رحمه الله تعالى بزيادة همزة مفتوحة على الاستفهام في الكلمات الآتية ما هي الكلمات؟ كنوا معي الكلمات هي على الشاشة أمامكم هنا الكلمات وكيفية قراءة شعبة لها والشاهد من الشاطبية على ذلك نأتي إلى أول كلمة إنكم إنكم لتأتون الرجال في سورة الأعراف هنا بقوله إنكم قرأ شعبة بهمزتين أإنكم يعني بالاستفهام والدليل من الشاطبية وبالإخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا إذن قرأة إنكم وشعبة بالاستفهام أإنكم أيضا في قوله إن في قوله إن لنا لأجر قرأة هنا بهمزتين شعبة قرأة إن لنا لأجر والشاهد أيضا نفس هذا البيت نأتي أيضا إلى قوله تعالى في الواقعة إنا لمغرمون قرأة حفظ هكذا بالإخبار لكن شعبة قرأة بهمزتين أي بالاستفهام أي بالاستفهام أإنا لمغرمون والدليل من الشاطبية واستفهام إنا صفاء الصاد رمز لمن رمز لشعبة نأتي أيضا إلى قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين في القلم هنا قرأها حفظ هكذا أن كان لكن شعبة قرأها بالاستفهام أأن كان ذا مال وبنين والشاهد الشاطبية وفي نون في أن كان شفع حمز شفع حمزة وشعبة أيضا والشاهد قوله شعبة يعني أن شعبة قرأها بالاستفهام بخلاف من بخلاف حفظ أيضا نأتي إلى قوله تعالى آمنتم في قوله آمنتم به في العراف وفي الشعراء آمنتم له قرأها حفظ بالإخبار آمنتم له هكذا بهمزة واحدة لكن شعبة قرأ بهمزتين آمنتم له وهنا الشاهد وطاها وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم آمنتم للكل ثانثة نبدل وحقق ثان صحبة ولكنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبل وفي كلها حفظ والشاهد هنا صحبة رمز لشعبة مع الأخوين حمزة والكسائي وكذلك حفظ وقد صرح باسمه هنا ليدل على بيان مذهبه رحمه الله و تعالى إذن هذه الأمثلة فيما يتعلق باختلاف شعبة و حفظ فيما يتعلق ببعض الهمزات من كلمة واحدة وإلا فالأصل العام ذكرناه قبل قليل وهو أنهم أنهما متفقان في تحقيق هاتين الهمزتين من كلمة بعد هذا أيها الطلاب والطالبات كنوا معي أيضا لنقف على الهمزتين من كلمتين بعد أن انتهينا من بيان مذهب الإمام عاصم في الهمزتين من كلمة نأتي الآن لبيان مذهبه في الهمزتين من كلمتين أولا نعرف المراد بالهمزتين من كلمتين هما الهمزتان المتتابعتان بحيث تكون أولى هما آخر الكلمة الأولى لاحظ معي والهمزة الثانية أول الكلمة التي تليها المثال الشهداء إذا لاحظ معي الهمزة الأولى في آخر الكلمة والهمزة الثانية في أول الكلمة الثانية أيضا جاء أحدهم لاحظ معي جاء الهمزة الأولى في آخر كلمة جاء والهمزة الثانية في أول كلمة أحدهم كنوا معي أيها الطلاب والطالبات أيضا لنعرف أقسام الهمزتين من كلمتين هنا أن تكون متفقتين اتفاق الهمزتين من كلمتين واتفاقهما إما أن يكون بالفتح أو يكون بالضم أو يكون بالكسر إذن إما بالفتح نحو قوله تعالى جاء أمرنا لاحظ معي الهمزة فيه جاء مفتوحة وكذلك في أمرنا مفتوحة أو تكون الهمزتان مكسورتين أي بالكسر كفي قوله تعالى من النساء إلا من النساء إلا لاحظ النساء مكسورة وأيضا بعدها إلا مكسورة أو الضم نحن نحو قوله تعالى أولياء أولئك إذن هذه أنواع الهمزات المتفقات وليس في القرآن سوى هذه الأمثلة ليس هناك اتفاق سوى هذه الأمثلة هنا حكمها ما الحكم فيها لعاصم هو التحقيق فيهما يعني يقرأ جاء أمرنا من النساء إلا كذلك أولياء أولئك هكذا بالتحقيق في جميع الأنواع الثلاثة بعد هذا أيها الطلاب والطالبات انتقلوا معي لنقف وأياكم إلى أقسام الهمزتين من كلمتين وهو أن تكون مختلفتين مر معنا قبل قليل إذا كانت متفقتين الآن إذا كانت مختلفتين اختلافهما على أنواع ستة كنوا معي أنواع اجتماع الهمزتين المختلفتين لاحظوا معي الأولى الثانية الأولى مكشورة والثانية مفتوحة المثال هؤلاء أم أيضا الثانية الأولى مضمومة والثانية مفتوحة المثال الملأ أفتولي هنا الهمزة الأولى مفتوحة أ والثانية إ مكسورة المثال الدعاء إذا الرابعة الأولى مفتوحة أ والثانية مضمومة أو والمثال جاء أمة نأتي أيضا إلى الأخيرة الأولى مضمومة والثانية مكسورة الشهداء إذا هذه الأمثلة وهنا بيان حكمها لعاصم وهو تحقيقهما قولا واحدا إذن مذهبه في الهمزتين المختلفتين هو تحقيق الهمزة الثانية نأتي الآن أيها الطلاب والطالبات لنقف على تنبيه مهم جدا وهو لم يرد في القرآن الكريم همزة مكسورة وبعدها همزة مضمومة قال الشاطبي رحمه الله تعالى وتسهيد الأخرى في اختلافه ما سمى والشاهد من هنا ذكروا أن الخلاف في الهمزة الثانية فيما يتعلق بالتسهيل لمن قرأ بالتسهيل من القرآن انتقلوا معي أيها الطلاب والطالبات أيضا لنختم درسنا بإذن الله تعالى بعد أن استعرضت وإياكم مذهب الإمام عاصم رحمه الله تعالى في الهمزتين من كلمة وكذلك في الهمزتين من كلمتين هذا ما تيسر ذكره وإراده حول هذا الدرس أشكر الله تعالى أولا ثم أشكركم أنتم أيها الطلاب والطالبات على طيب المشاهدة وعلى حسن المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته